دعونا نرى ماذا يدخل بو دور السعودي بيكون بسعر 35 دولار اولا نخلنا نتكلم على اهم شي انه اللعبة راح تشتغل على 4K على الجهاز بلاي سيشن 4 على البرو اما بالنسبة لأولاين فراح يكون فيه لأولاين حق الجزء الرابع فاذا اشتريت اللعبة هذه تقدر تخش لأولاين حق الجزء الرابع وتلعب مع اللي عنده من انشارتت 4 اما بالنسبة للجرافيكس والرسوم هو نفس المحرك ونفس الرسوم واصلنا الرسوم حق انشارتت 4 كان جدا ممتازة ورهيبة وهم نقطة في الجزء هذا انه ما يمديك تلعب نيتان دريك اللي هو بطل سلسلة انشارتت راح تلعب بكلوي اللي جات في الجزء الثاني والثالث اما بالنسبة للتحكم وطريقة اللعب فهو شبيه هو نفس الجزء الرابع من الاشياء الثانية كمان اللي يحطوه واضافوه فيها اللي هي الاسلحة في اسلحة من الجزء الرابع وفي اسلحة جديدة اضافوه في الجزء هذا واكثر السلاح جذبني وعجبني بصراحة اللي هو مسدس كاتم تقدر تخلي لعبك تجسس اكثر ويمديك تجسس بسهولة لما يكون معاكم مسدس كاتم وهذه اضافة جدا جدا رائع بالنسبة اللي انا شفتها وكمان احد الاضافات اللي شفتها اللي هي فتح الاقفال يمديك تحين حاليا الصناديق حق الاعداء وبعض الصناديق الثاني المتسوسة يمديك تفكه عن طريق فتح الاقفال ما هي المرة صعبة ولا هي مرة سهلة نوعا ما متوسطه واي واحد يقدر يشوفها انها عايدية بالنسبة لي انه يفكه كان ودي بوجهة نظري انه تكون شوية صعبة وشوية معقدة انه كيف تفك الاقفال والمرحلة اللي لعبناها كان عبارة عن عالم مفتوح صغير تقدر تلفلف في العالم هذا الصغير وتدور على الغاز وتحاول تحلها وبالنسبة للغاز شفت الغاز جدا حلوة من رغم اني لعبت شوية بس ولكن حسيت انه الغاز هنا مرة حبكينا وبطريقة جدا جدا رهيبة بس ولكن حاب اني اذكركم انه هذه المرحلة الوحيدة اللي احنا لعبناها وزي ما انتو شايفينها في الفيديو هي المرحلة الوحيدة اللي يكون فيها عالم مفتوح تقدر تاخد راحتك بانك تلفلف وتشوف المناطق اللي حولك وايضا منطقة كبيرة حلوة فيها الغاز كثيرة تحاول انك تحل كل الغاز لكي تعدي هذه المرحلة كبيرة بس ولكن هل في مراحل ثانية شبيهة لها بالعالم مفتوح للأسف ما راح يكون بس ولكن اغلب المراحل لح تكون شبيهة بطريقة انشاردت فور وايضا اللعب راح تكون مترجمة ومدبلجة مثل الجزء الرابع وكانت التجربة بسيطة احنا فقط لعبنا مرحلة واحدة فعشان كذا ما يمدين اذكر لكم اشياء كثيرة ولكن في الفيديو هذا ذكرت لكم اهم النقاط اللي انا شفتها والتغيرت في اللعبة واللعبة راح تصدر 22 اوغسط يعني بعد شهر من الان واذا اعجبكم المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك وايضا الاشتراك في القناة كان معكم عمران الحازمي وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة